لسه مع النادي الأهلي والإسبوع اللي فات قلت لحضراتكم أن مجلس إدارة النادي الأهلي قرر تطوير أرضية الصلاة في مقر الجزيرة لكن الإسبوع ده كمان بقى قرار رسمي من مجلس الإدارة بخصوص كل الصلاة وملاعب مقر الجزيرة وندخل في تفاصيل أن مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب عقد اجتماع بمقر الجزيرة لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي الأهلي المختلفة في الفترة حالية وقرر المجلس اعتماد ميزانية مالية كبيرة ضمن خطة التطوير المستمرة للصلاة والملاعب بمقر الجزيرة التاريخي بما يساهم في تقديم أفضل سبل الراحة للأعضاء ولخدمات فرق النادي الأهلي المختلفة وتقرر أن تشهد الفترة القادمة البدء في أعمال تطوير أرضية صالة الأمير عبدالله الفصل وفقا لأفضل المعايير العالمية وكذلك تغيير التكيف المركزي لصالة الشهداء إلى جانب تغيير أرضية الملاعب المفتوحة متعددة الأغراض لخدمة الأعضاء ده الطريقة بتاعت النادي الأهلي وإحنا قلنا الحلقة اللي فاتت لنادي الأهلي دايما لا يبخل على أنه يطور كل المتاح من إمكانيات في النادي الأهلي سواء صلاة أو ملاعب أو كل الألعاب عنده فيها أجهزة على أعلى مستوى الأجهزة الطبية أجهزة الاستشفاء أجهزة تجهيز اللاعبين المصابين دي شيء مهم جدا الصلاة والحاجات دي مكلفة يا جماعة الحاجات دي مش سهلة دي ميزانية كبيرة ضخمة حطها النادي الأهلي بوساط الأمير عبدالله الفصل دايما بيبقى على الأعلى مستوى الصالة الشهداء اللي هي الصالة الثانية في النادي الأهلي دايما بيتم تجهزها وتطورها على أعلى مستوى فكرة أنك تغير تكييفات ده ده شيء أنت بتطور اللي عندك هو قريدي فيه لكن تطويره شيء مهم عشان تحافظ على أنه دايما عندك أعلى خامة موجودة ده بيفرق مع لعبيك بيفرق في عمر اللاعب من الإصابات البوساط ده شيء مهم جدا أغلب إصابات ألعاب الصلاة بتبقى أصلها البوساط زي في الكرة كده أن الملاعب والأرضيات برضو بتأثر في الإصابات فبالتالي ده شيء مهم وشيء مكلف وتكلفته اتقرر لها ميزانية كبيرة جدا من ميزانية النادي الأهلي ويحسب لمجلس صدارة النادي الأهلي أنه هو مهتم بكل الألعاب وكل الرياضات وعايز يوفر كل سبل النجاح لكل الرياضة في النادي الأهلي ده شيء مش سهل ترجمة نانسي قنقر